السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الكرام أهلا بحضراتكم في يوم جديد وعالم جديد من تفسير الرؤية والمنام وبرنامجكم شفت منام على قناتكم المميزة الصحة والجمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول ما نبدأ كلامنا نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله يا رب أتمنى أن النهاردة أقدر أفيدكم وتستفادوا مني طب لو مستفدتوش صلوا على النبي تستفادوا أكتر وأكتر ويا رب إن شاء الله نصلى على سيدنا النبي ونستفادوا وتستفادوا مني في تفسير النهاردة رمز جديد من رموز الرؤية والمنام والنهاردة هنتكلم عن رؤية السجادة في المنام النهاردة كثير جدا من إخواتنا وأحبابنا بيشوفوا السجادة في المنام وعايزين يعرفهم إيه إشارتها وإيه تفسير في تفسير السجادة ورؤيتها في المنام وأحيانا بتيجي لها رمز كثير جدا سجادة لونها جميل سجادة مثلا شكلها حلو أوي ألوان كتير في السجاجيد أحبابنا الكرام وأهلنا الفلاحين اللي بيشوفوا الحصير طبرة دكتور طبرة زي السجادة فدوا دليل على أمور طيبة جدا وفاخير كتير أوي 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 لأحبابنا في المنام مرموز ربنا سبحانه وتعالى بيبعثها للإنسان علشان يبشره أو يقوله خلي بالك أو في أمور تانية بينزوروا منها اللهم صلى وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله النهاردة هنتكلم عن رؤية السجادة في المنام إيه؟ إيه لما يشوفي السجادة في المنام وأقوله معبر ويفصلي ده السجادة في المنام دي جميلة أوي 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 السجادة في المنام هنا أنا دايما بحب أقوله عليها بوساط بقوله عليها بوساط إن ربنا سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء فالإنسان النائم لما يشوف في المنام سجادة طبعا السجاجيد لها أنواع كتير جدا وألوان كتير جدا وأشكال جميلة جدا 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 طيب السجادة هنا لو شفتها في المنام وشكلها حلو مقاس كبير وطبعا هنا بيختلف في المقاصات يعني فيه مقاس صغير مقاس كبير مقاس وسط لو شفت السجادة في السجادة بتدل على أمور طيبة كتير أوي 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 بتدل على الرزق وعلى الخير وعلى البركة وعلى المال وعلى المنفعة اللي جاية في الطريق ربنا سبحانه وتعالى بيبشر الإنسان بمنامات طيبة جدا جدا لما مثلا إنسان أخ أو أخت أو بنت متجاوزتش أو مطلقة أو تاجر أو أي حد شاف في المنام السجادة وكانت مفروشة وكان شكلها جميل كان بيمشي عليها في المنام هنا أنا بقول له مبارك عليك منامك لو أنت شفت نفسك أنه أنت في سجادة جميلة بتمشي عليها ده دليل على الرزق والخير اللي جاي لك دليل على المال الكتير قوي 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 اللي ربنا سبحانه وتعالى هيبعته لن ده بشارة من رب العالمين مش كده كمان ده البنت العزباء لو شافت نفسها أن هي بتمشي علي سجادة والسجادة دي شكلها جميل يقال إيه؟ يقال أن السجادة دي يكون مثلا لونها أحمر أو لون طيب أو لون أخضر وهنتكلم عن الألوان وهنتكلم عن الألوان ده دليل على الأمور الطيبة كتير قوي 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 وخير في حياة البنت دي أن العزباء وأن ربنا سبحانه وتعالى هيعوض عليها بأمور طيبة جدا لدرجة أن البنت لو شافت في المنام سجادة فيها ورد فيها ألوان لطيفة فيها نجوم فيها رسومات جميلة أو واللون يفرح كده لدليل على استقرار وأمن وأمان وقرب زواج أو خطوبة لهذه البنت يعني بشارة طيبة جدا بالخير بشارة طيبة جدا بالفرحة طيب معنا معنا اتصال ألو ألو أهلا بحضرتك يا فندم أنا عدي رؤية عايزة حدرتك تفسر تفسر طيب أنا تحت أمر كتفضلي أنا حلمت أن أنا أعدم مع أصحابي السمكان في زارة تمام والحتة شي تال تمام صاحبتي أشركت أليك لإيدهي أبواب السمو مفتوح الله قلت لها ونهادت جمعة كمان في ساعة إيجاب اوعي لما تخلص المنام تقفلي استنيني تمام لسه ما كمني لا أنا بقولك لما تخلص المنام ما تقفليش خليكي معي على الهادف ماشي قلت يا ربي على الحسن والمصير وبعني المصير وقعلوا خير وعاودوا فرحة ليه وبعني خير وعاودوا فرحة ليه يا رب وأصحابي كانوا بيبصولي وبتحق يا الله خلص المنام كده وصحيت على صلاة الجمعة وصحيت على صلاة الجمعة أنت أنيسة صح؟ طيب بس أنت ليه زعلانة؟ ليه صوتك زعلان كده؟ أم عايزة رقم حضرتك لو سمعها حد نعم عايزة رقم حضرتك هده خدمة كنترول تحت أمر حضرتك بس أنا ببشرك بحاجة جميلة وما تزعليشي أنا حاسس أن انت زعلانة والدنيا مش مزبطة معاكي وأنا بقولك من هنا ومن قناة صح وجمال وبرنامج شفت منام أنا ببشرك بالخير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ بشرهم بشروا المسلمين بالخير وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيبشرك بالخير وهيفرح قلبك قريب قوي قوي والصوت الحزن ده هيبقى سعيد وطاير في الهوى أنا ببشرك بالخير لما الدنيا تمطر وقاعدة في أرض خضرة وبتدعي ربنا سبحانه وتعالى أو باب السماء تتفتح يا أخت الكريمة ربنا بيطلب منك ادعي لحي عليه في الدعاء أكثري من الدعاء كتير قوي قوي ربنا عايز منك كده الظهر إن انت إنسانة طيبة وقلبك طيب وإنسانة وصلة مع ربنا شوية أنا ببشرك إن ربنا سبحانه وتعالى بيقولك المطر اللي نزل فيها حياة وفيه خير فيه فرج من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم واجعلنا من الماء كل شيء حي لما ربنا سبحانه وتعالى يخليك تشوفي غيس أو مطر نازل وقاعدة في أرض خضرة الأرض الخضرة أو دايما في المنامات الأراضي الخضرة بددلل على البستان بتدلل على البستان للبنت اللي عاز باء فبددل على زواج ليه لإن الأراضي بيتحط فيها بزرة البزرة دي بتنبت تجيب شجرة تجيب صمار لما انت شوفي نفسك قاعدة كده فأرض خضرة وفي مطر واجعلنا من الماء كل شيء حي الماء دي بتقع فين بتقع في البستان فبتمبت الأرض فهنا وأنت يا أخت الكريمة كالأرض كالأرض فسوف تتزوجي إن شاء الله من إنسان هيكون إنسان محترم هيريح قلبك إن شاء الله وهيكون في خير كبير جدا جدا والله أعلى وأعلم أبشري خد رقمك من الكنترول وتحت أمرك في أي وقت يا ربي فرحنا جميعا ويسعدنا جميعا ويفرح المسلمين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه للسيدة عائشة لما سيدة عائشة دخلت عليها أخت كريمة وعبرت لها المنام وكان المنام مؤلم قوي بالرغم إن سيدنا النبي عبر للأخت الكريمة دي المنام وقال لها خيرا إن شاء الله وسوف يرجع زوجك وابنك ولكن طبعا كان في حاجة مش كويسة لابنها والزوجة ولكن سيدنا النبي كان كريم أوي سيدنا النبي ما كانش بيزعل حد سيدنا النبي كان جميل كان دايما بيبشر بالخير فلما سيدنا النبي في هذا الوقت كان غائب عن البيت فذهبت المرأة ووجدت سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقصت عليها المنام فقالت لن يرجع ابنك ويموت زوجك بكت المرأة وانهارت فقابلها النبي وقال ماذا قلت لها يا عائشة ولكن فصروا بالخير حتى المنام لو وحش فصروا بالخير بس أنا شايف في منامك الأخت اللي فاضلة دي كان جميل جدا جدا هنبشركم بالخير هنبشركم بالخير ويا رب اتحقق مع برنامج شفت منام طيب احنا بنتكلم عن السجادة وان السجادة دي أمرها جميل جدا في المنام لما تكون السجادة بسم الله ما شاء الله تكون مفروشة زي ما أنا قلت فيها ورد فيها ورود شكلها جميل عارفين يا جماعة بتدلل على ايه؟ بتدلل على الرزق بتدلل على الخير بتدلل على البركة طيب معانا فاصل وهنرجع لكم تاني ما تروحوش في أي حتة بسم الله ورجعنا لكم تاني من الفاصل اهلا بحضراتكم مع برنامج شفت منام ازايكم يا جماعة يا رب بكونوا بخير وطيبين وبصحة وهنبشركم في شفت منام بكل خير وسعادة وفرح والدنيا هتنور معكم على البرنامج ده والخير كله هيجي ان شاء الله لللي بيشاهدنا واللي بيسمعنا احنا بنتكلم عن السجادة والسجادة دي ينفاها خير كبير جدا طيب معانا اتصال سمر سلام عليكم ازايك يا سمر بخير الحمد لله انا عندي حلم انا شفت ان هو انا حد بشرني اني رايحة عمرة وقال لي اني تنجي اقلعيها مجانة يعني من ضير فلوس وحد ايه قال لي انها قلعيها مجانة من ضير فلوس تمام العمرة دي فانا من الفرحة باعت نبكي علي ايه تبكي اعمل فرحة يعني تمام فرح سلمت على صديقة لي ان انا سنسلم عليها قبل من صافر للعمر وقلت لها ربنا يكتبها لك زي ما كتبها لي يا رب وقلت لهم انا ما يلحكش عليهم من هما عشان يبلعوني عمرة بلاش تمام يعني ما لحكش عليهم يعني هما من نفسه من دهالة بلاش ده مع العلم ان انا متزوجة من ثمان سنين وما فيش اقفار ايوان طيب تمام كده جميل في امر ليك ما تمش فعلا لغاية دلوقتي كم سنة حضرتك يلا اخسارة اطعال الاتصال طيب الاخت الكاميرا الاخت الكريمة الطيبة صمر اللي بقالها ثمان سنين لم تنجب وشافت ان حد بيطلعها عمرة مجانا حد هيطلعها عمرة وفرحانة وصدقتها ايه فرحانة فبتقول لها عبالك او ان شاء الله يا رب تطلعي على فكرة يا جماعة العمر في المنام بتكون طيبة جدا العمر في المنام بتكون فضل من ربنا سبحانه وتعالى ومنا واي حد من المسلمين بيتمنى ان هو يطلع عمرة او يحج بيتمنى فربنا اكتبها لنا يا رب جميعا وانا ببشر الاخت صمر ان لما حد يهديها عمرة مجانا انا كنت هسألها بس الخطة قطع بس هي الحمد لله جاوبتني اني ما عندهاش خلفة هل لك امر متوقف ما تمش لغاية دلوقتي فانا ببشرك بكل خير والله اعلى واعلم ابشير قريبا جدا جدا بخير كبير طيب معانا اتصال تاني امه دا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا شفت منام من حوالي افتر مشاغلين ان انا واقفة برا قدام المحل التياي وببص في السماء لقيت فيني يعني لبسة ابيض صبيض انا معرفها اذا كان ملايكة واناك مش عارفة لبسة ابيض صبيض وعملين يقولوا لديك اللهم لديك وانا من تحت قول الله اكبر الله وبضيك اللهم لديك الله بتعين الله بخصوط حكم النمو على كده الله 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 انت ليك طلب وأمنية ودعاء دلوقتي بتدعيه وعايز يتحقق عايز يلا ابشيري اه انا بقاء يلا ابشيري اه اه اي سنتين انا بقاء سنتين في قرب في قرب فك الله عنك قربك إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله بعد ما نعبر لك المنام ويقع إن شاء الله ويسقط إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحقق أقولك وريب وإن شاء الله ترن علينا في الأيام الجاية في حلقات تانية وتقول لنا يا قناة صحة وجمال يا شفت منام يا بو يحيى تعبيرك وقع وربنا فكر قرب عني وربنا سبحانه وتعالى فرجها عني والخير جالي أبشيري بالخير بس ادعي جامد قوي قوي ادعي الله أكبر لا إله إلا الله وعليك بالقرآن الكريم وعليك بالصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله المنام فصر بعضه عبر بعضه في فرج في زوال قرب والله أعلى وأعلم أبشيري بالخير طيب معانا اتصال تاني ستة محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نستأذن حضرتك عندي رؤيتين انت على راس تفضلي على طول أولي الله يخليك ربنا يحفظك ايوه اتفضلي يا محمد أنا سامعك أنا شفت بيت جد القديم يعني وطوبة خضرة شفت بيت جدك القديم؟ برة البيت كنا وقفتين أنا واخوية شفت ايه؟ وقفتين برة البيت أنا و احمد اخوية تمام وقفين برة فدخل واحد تاني احمد بن عمي تمام دخل البيت ما كلم ناسي فأنا رحت وراء انت ليه دخل عدول ما كلمت ناس فالجيتها حاطت ايدي كده زي ما يكون رابطها بربط ضغط تمام تحت البول دي اه تمام اللي هو اللي هو ما كلمكيش اه هو الدخل على دخل زي ما يكون زعلان فإيدي رابط ضغط ومركب قسطرة احنا دخلنا وراه انا و احمد وقفين وقعدنا نمديه على المصر وكنا نتكلمه معها القسطرة دي هتنزل ميا كتير يعني فأنا جبت له جردل عشان المياه ما تنزلش في الأرض انت جبت له جردل اه عشان المياه ما تنزلش في الأرض فلجيت الدردل اسملة بسرعة غريبة يعني اوعي تقفلي انا عايزك اوعي اوعي مع حضرتك بعد كده لقيت الدردل اسملة بسرعة تمام فلجيت الجردل عشان اندي بغيرة لجيت الأسطرة دي بتتدرب مك ليه قفلتي طب يا ريت تعاود تاني الاتصال لأن عايزك لأن المنام ده مهم جدا او لو رنيتي خده رقمي من الكنترول لازم انا عايز حضرتك طيب كنت عايز اتقالك هل احمد دون عنده بعض الضائقات او عنده بعض الامور اللي ملخبطة تمام كده انا بقولك ربنا يا ربي فك عنه ان شاء الله ان كان عنده حاجة مضيقاء او الدنيا ملخبطة معاه كنت اود ان انا اسألك هل ان العلاقات كويسة ما بينكم ولا لا والدك الميت اللي موجود في البيت وقاعد في البيت ده طبعا احنا عايزين نعمل حلقة للاموات في المنام ونبين حقائق وغرائب تسمعوها ان شاء الله اذا احيانا الله سبحانه وتعالى عن الاموات وفدكوا بها ان شاء الله ابوك الميت قاعد في البيت ده امر لطيف جدا وجميل جدا لان الارواح بتلف بازن من الرحمن بس الارواح اللي هي بتكون طيبة من اهل الزكر ومن اهل الصلاة هنا الاخت الكريمة بتقول انا جبت جردل وبتحطه تحت الاخ دوان احمد واسم احمد هنا اخوها واحمد التاني ده دليل على حمد المنام والمنام ده في حاجة كبيرة جدا ليكي يا استاذ الفاضلة كنت اود ان انت على الخط عشان اسألك ليه لان رؤية الجردل دوان بيدل على امره مهم جدا انا مش هقدر اعبره على الهواء هتاخد رقم من الكنترول ترن باي طريقة وتتواصل معايا عشان ادلك على حاجة هكون مفيدة لك جدا وتبعد عنها والله اعلم واعلم مش اقضى لبوح بها عشان ايه خطر حضرتك هنتكلم ونرجع تاني لرؤية السجادة في المنام طيب معانا اتصال تاني نادا ازايك يا استاذي نادا معاك يا سامعي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا عندي حلم ان انا حلمت ان انا فباك جدي وبنحدى للمناسبة وان بنسعمتي جايبالي في السنة الخطوبة وهو لان السماوي وستطع سيارة واللي فوقها طويلة تمام انا ارسيل لها لق انا مش عايزة لي ده انا عايزة لق اعايزة زي انت بتقول لها ايه انت بتقول لها مش عايزة ايه بقول لها انا مش عايزة الفسان دي بتاع الخطوبة دي انا عايزة الفسان شبه بتاع خلفي بتاع الخطوبة بتاعتها تمام وام قاليك تما هو حل قلت لها لا انا عايزة بتاع خلفي لاحظ قاليك لماشا هنجيب لي صحيح زيه تمام وبعد دين بنوصي هنا بوزع فروس الفرح بتاعي وروح تبيت حد بعرفه وثلاثة سلم من الاول كان واتع لكن مصي كده بقى ديق وبعد ديقضة ساعة تاني السلم وبعد ديقضة بقول له وانا ايسا هلفت لفت طويلة دي دي رحت اقلت فيه شباكها وعد وبعد ديقضة بعد ما عارفش عادي مش شباك بيت ان اصلا الباك سهل ومفتوح وعدات من الشباك دي ده زي ما كنت حد كان قاعد بذاكر وبقول له انت اه انت راح بيس دي ما كفتر مني بعد ديقضة قالي لا ده وقليت وقفت ورقة اسمي وبعد ديقضة اسمي تحبثي ولا انت اولا يا نادي يا نادي سامعني ايه سامع حدث انت تقدم لك عريس انت طبعا انيسة صح ايوة اتقدم لك عريس ومع جبكيش ومكتش عايزة وراح ايوة كان الكلام ده قريب ايوة لك من قبل رمضان قولي الحمد لله وقولي لابوك ولمك الحمد لله ان هو مشي لانه ما كانش مناسب لكي تمام كده طيب يلا استبشارة بقى بالخير ان في حد جاي حلو وجميل جدا وهيفرحك بس انت لكي مواصفات في العريس اللي انت عايز تتجاوزيه صح كده طيب شكرا على الاتصال طيب الاخت الكريمة كان لها عريس تقدم لها ومحصلش نصيب وانا بقول لها الحمد لله رب العالمين بالرغم ان هو ممكن كان يبقى شكله جميل حالة المدينة ما تيسره بس لا ما كانش كامل كان ممكن يتعبها في حياتها الزوجية وكان يحصل حاجات تانية ولكن هي شكلها بتفكر في عريس تاني فارس احلامها يكون حاجة حلوة لها اختيارات معينة ولكن ان عايزة نبيهك لقمر ده ماشي هيجيلك فعلا شخص كويس جدا وربنا هيفك عليك وفكرك اللي انت بتفكريه او تعبك وارهاكك واللي انت بتفكري في جامعة قوي لا ما تتعبش نفسك ما تتعبش نفسك بنفسك خليك في جامعة كده غالطة ما ربنا يبعط لك الخير وهيبعطه لك بس على فكرة عايزة اقولك على حاجة مفيش حد بياخد كل حاجة هيجيلك حد كويس بس مش هيكون في الفكرة اول اول انت بتفكري فيه والله اعلى واعلم ابشري خير معنا يا احمد من انا ام رحمة من انا ازايك يا ستة ام رحمة ليه اطعطي يا الله خير عاودي الاتصال تاني ان شاء الله ما استنيننا حضرتك طيب هنتكلم عن رؤية السجادة في المنام ونقول عليها ان هي بشرة خير ان السجادة فرج من رب العالمين ان السجادة لو جات جميلة وشكلها حلو من حرير من اقطان من كذا ومن كذا بس تكون جميلة وسليمة ونظيفة ده دليل على تغيير حال الرائي لو انسان شاف في المنام السجادة بتاعته متسخة ده دليل على بعض القرب وبعض النكد اللي ممكن يكون بحطوف رزقه شغله متوقف الدنيا مناخبطة معاه اوي 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 طيب معنا اتصال تاني ام مروان الو الو يا ام مروان ازايك سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحتنا عندي حلمين طيب تفضلي قولي الاول الاول حلم انا شفت ان انا في ايدي خاتم فضة مكتوب عليه الله الله اه وزوج حلم انه هو لابس خاتمين فضة فيهم واحد الفص بتاعه اتقصر وهو فضل يدور على الفص اللي اتقصر ده لما لقاه ورح لحبه تاني ها طيب تمام هما دول الحلمين يا فندم اه اه عندي حلم تاعدنا عليش استنين انت عندك كم ولد عندك ولدين ولا ثلاثة لا انا عندي بنت وولد وليه سنتين والله ربنا يعني جايلك 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 في الايامك ان شاء الله القريبة جدا ولد تاني تمام كده اه بس عايز اسألك سؤال صغير انت لك بنت وولد يا ربي يفرحك بهم اوي 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 بس ابنك عنده كم سنة عنده خمس سنين تعب من فترة بسيطة اه طب انا ممكن مش انا مش اخوفك بس انا بقولك اخريجي له حاجة لله بسرعة اسمع كلامي اسمع المسكين ابو يحيى وعايزك تخريجي بسرعة حاجة صدقة لله ويا ريت تكون الايتام اولي اللي هم جوار او حبيبك او اهلك اللي هم الفقرة اه بنية ان ربنا سبحانه وتعالى يبعد اي شر او اي تعب عن ولادك تمام يا فندم ايوة اه المنام بيدل على كده ان شاء الله ان انت لابس خاتم وجوزك يلابس ختمين ان شاء الله يكون لك ثلاث اولاد ان شاء الله يعني التالت جاي في الطريق وابشري باذن الله يا رب العالمين طيب شكرا لحضرتك طيب السجادة في المنام لما يكون مش نضيفة بتدلل على صاحب المنام انه ممكن يكون بيعاني من بعض الارك او بعض الضيق او بعض التعب في شغله في حياته في امور جدا بتخصه لو شاف ان هو مثلا بينظف السجادة او بيخسلها وبيزيل اللي عليها من اوساخ ده دليل على ان هو هيبدأ يفوق في المرحلة القادمة دليل ان ربنا سبحانه وتعالى بيقوله بكفاية عليك قرض بكفاية عليك تعب طيب ومعانا اتصال تاني ام محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والست محمد اللي خط اتقطع يا ريت تعاود تاني يا ست محمد عشان اسمعيك اه السجادة لما تكون مش نضيفة وبدأت تتنبنى في المنام او تتغسل في المنام ده دليل على زوال الهموم دليل على زوال القرض دليل على تغيير الحال من حال وحش الى حال جميل اوي 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 طيب احنا بنشوف السجادة في المنام كتير جدا الوانها بتكون احمر بتكون الوان خضرة لو اخت كريمة متزوجة شافت سجادة خضرة خضرة في المنام وشافتها وقامت كده ايه قامت فرحانة قلبها منشرح كده ده دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لها انت في استقرار في بيتك وفي بيت جوزك وفي بيتك العائلة يعني ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيخلى حياتك كلاتها ايمان وطقة وخير وفرج وبركة ورحمة ما بينك وما بين جوزك طيب ومعنا اتصال تاني ام مصطفى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت امام دي حلمين ممكن طيب هات الحلم الاولاني يلا طيب اخوي احلم ان هو كان بيصلي الجمعة وبعد كده بعد بخلص طلاق الجمعة ايه كان فيه جدال ان هو اللي يأمن اطول ياخد السواب اكتر اللي يأمن ده اول اللي يأمن اطول اللي يأمن ازاي يقول امين يعني اطول اه اللي يقول امين في اخر سورة الفاتحة اه ياخد السواب اكتر تمام ده اول حلم تاني حلم معلش واحد جدنا حلم حميته حلمت بابوه ان هو متوفي يعني لسه متوفي قريب لا تابع السانين لا السانين يا استاذ الفاضل الحلم الاولان اخوك بيصلي صح كده بيصلي وبيارك وراد وملتزم اوي كمان اه الحمد لله لا بشاري بخير كبير اوي اوي واقول له ان كان عندك حاجة ان كان عندك حاجة ربنا هادهالك وربنا كمان بيقولك زيد نفسك في الامان اتك كجامد اوي كماني علشان هترتقي علشان ربنا هيرفعك علشان ربنا هيدك من الخيرك الكتير اوي 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 ولما يقول امين ولما يقول امين اه اخوك الظاهر ان هو بيدعيك كتير اوي اوي لتحقيق بعض الامنيات عنده وربنا ان شاء الله هيهاله ويقول له امين ان شاء الله باذن الله هاتي منامك بتاع الميت يلا بسرعة اه هو ابوه لسه مش وافه ريب فعمته اتحلمت ان ابوه جالها في المنام وقال لها ان ازعلان منك تمام وفي نفس الحلم هي لقيت واقف سواس البحر وعمال بيلمي سمك كتير بس مش اعرف ان هو اولى شكله هو سمك كتير خالص مين اللي واقف في البحر هو ابن المتورفي اسمه ايه معلشي اسمه احمد احمد واقف في البحر بيلمي سمك كتير اه تمام ووالده بيقول للخالته أنا زعلان منك أيها العمته بيقول لعمته أنا زعلان منك عمته اسمها إيه بعد إذنك؟ عمته اسمها مش عارف الله طيب تمام مين اللي شاف المنام بعد إذنك يا فندم؟ هي عمته هي اللي شافت المنام طيب جميل جدا طب رسالة طبعا هي حاجتلك المنام ده هو اللي حكالي المنام فهو الآن يعني لا ما تخلهش لا هو واقف يستطى سمك لو جاب سمك ده رزق اللي هياخده إن شاء الله وهو واقف في البحر بس الظهر النحمة دوان يعني رزقه بيجي بصعوبة وده يأمعه شوية هو أصلا بيستطى سمك بيستطى سمك سبحان الله طيب شارب الخير إن شاء الله وطالما فعلا أنه هو واقف في نص المياه في خير له إن شاء الله وبركة جمده قوي قوي ولكن بلغي عمته قول لها لما الماء تيجي يقول لك أنا زعلان منك قول لها دوري في نفسك الماء زعلان منك ليه؟ هل أنت أسرت مع أولاده؟ هل أنت مأسرة في بيتك؟ هل أنت مأسرة في الصلاة وذكر الله؟ لازم تبلغها كلام دوان علشان ترجع تاني لصوابها وانت كانت مأسرة في حاجة تفوق علشان الميت لما يجي يتكلم ويقول حاجة ما بيعرفش يقولها من نفسه ده بيجيبها من عند الرحمن الرحيم والله أعلى وأعلم هنرجع تاني معانا الأستاذة مروى معانا الأستاذة أروى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو حضرتك أنا حلمت حلم وقلت لك الحلقة اللي فاتت وانت سألتني السؤال وكان خط قطع مش زنبي والله يلا قولي حلم التاني حضرتك حلمت أنا نفسي جاعدة على عتبة بيت خالي وفي شاب كبير جاعد وراي على عتبة بيتهم ظهري ماس تمام وفي نفس الوقت فهو بيتهم حساته بيقرأ بس مش عارفة بيقول إياه تمام فبعد فهو بيتهم حسات بألم في ظهري تمام معقولة هي أروى سبحان الله طيب يا أروى صلى على سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا مش بابنع نفسي عن حد ريني على الكنترول التاني هتاخد رقمي وهتوصل معاكي وتحت أمرك في أي وقت يا ربي عزك يبعد عنك أهل الشر اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله يلا كل اللي بيشاهدني يصلى على سيدنا النبي يصلى على سيدنا النبي عشان ربنا يفتح للأبواب يسلك للطرق يخليه أغنى الأغنياء رؤية السجدة في المنام رؤية جميلة طيب معنا اتصال تاني لأستاذ حنان من الكاهرة ألو سلام عليكم إزايك يا أستاذ حنان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد ذلك هو حلم من كم يوم كده حلمت إن فيه قولة قدامي قولة لي الفخار عارفها يا فندم عارفها قولتك بتشتكي من حاجة ببطنك القولون يعني أنت سليمة مفيش أي حاجة آآ تقصد يعني ممكن مشاكل في الرحم أورام وكده عندك فعلا؟ آآ عندي أورام في الأورام بس خفت يعني مش تعرافي مش أنت لوحدك اللي حلمت بالحلم دوا ومن فترة أو حوالي سبعة طوش وحد جال في شغلي وعملي وقال إن تعبانا برضوك في الرحم أو كلام من دا وحلمت بحلبة خضرة أنا كده بيأكد لي أو بتنبت بتنبت أنا كده بيأكد لي اسمعاني من التلفزيون أنا كده بيأكد لي إن الحلبة الخضرة لما نبتها وكلها فيها شيفة للبطن فيها شيفة للرحم المرأة سبحان المولى عشان أنا كده سألت حضرتك أنت بتعاني من حاجة قلت لي لأ تاني سليمة ورجعت تاني قلت لي لأ ت مش هاكل في الرحم لأ لما يجيلك المنام المنام من ثلاثة أيام ربنا بيقولك أكثري من أكلها إيه رأيك في الموضوع ده بقى هي مش وحشة طعمها جميل جدا طبعا كل لقتنا بنحبها وبنأكلها وربنا يا ربي بشرك بالخير لأن طالما البزرة أو الحبة نبتت يبقى كده طلع منها إيه خضرة ربنا سبحانه وتعالى أخرجها من الظلمات إلى النور دليل إن انت كمان بتقول إن انت كبيرة وما تجوزتيش وبتعاني من الرحم لا ده فيه خير جايلك في الطريق ده فيه فرق في الطريق جايلك أظن إذا تحققت هذه الرؤية وصدقت وطبعا الرؤية بتصدق لما يكون الإنسان صادق في حياته مع ربنا مع الناس اللي انت هتتجوزي وربنا سبحانه وتعالى هيكرمك فهنا سبحان الله يا جماعة الأخت دي انفكرتني بالمنام من فترة إن حتى كمان لو إنسان شاف المنام إن هو بيجيب كمون بيأكله أو شاف كمون أنا بقوله على طول بصورة لو أنت بتعاني من أي تعب في بطنك استعمل كمون ناس فيه واحد قبل كده برضو قال لي يا بيحي أنا شفت في المنام باكل زبادي سبحان الله فبقوله أنت بتعاني من قولون أو بتعاني من حاجة من بطنك قال لي فعلا قلت له وعالج به ربنا سبحانه وتعالى من قرمه وجوده بيجيب لك العلاج في المنام بيجيب لك حاجات سبحان الله من الأعشاب الطبية والجمال دو من خلق خلق الله سبحانه وتعالى يؤمرك اللي انت تاكله في المنام عشان يشفيك بس الناس ما بتاخدش بالها من كده سبحانك الله سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا الله والله على كل شيء قدير حلقتنا خلصت كنت بتمنى أن هي تبقى كبيرة شوية علشان أتواصل معكم بس انتظروين إن شاء الله في حلقات قادمة كتير كتير إن شاء الله مع برنامجكم شفت ما نام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته